والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه فإذا ألجار كبيرة من الكبائر وهو محبط لثواب كثير من العمل وسبب لدخول النار قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النهار فحق الجار من أعظم الحقوق وقد وصان الله عز وجل به في كتابه فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل ومن حقوق الجار على جاره بدءه بالسلام وتعاهد أحواله تعاهده بالهدية ومشاركته في أفراحه عيادته إذا مرض ومواساته عند المصائب الابتعاد عن كل ما يؤذيه والصفح عن زلاته الستر على عوراته وغض البصر عن محارمه إقراضه عند حاجته والتصدق عليه إن كان ثقيرا الدفاع عن عرضه في غيبته والإكثار من ذكر محاسنه والجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو القرابة فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار وجار له حقان وهو الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم فله حق الجوار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ترجمة نانسي قنقر